اشتركوا في القناة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النوم لقاؤنا السادس بفضل الله سبحانه وتعالى في حلقاتنا الصبر على الأحزان كنا في الحلقة السابقة بينا بفضل الله سبحانه وتعالى أن التأمل في قصص الصابرين والمبتلين والذين أصابتهم المصائب يؤدي إلى تسل الناس إلى تسل الإنسان ليعرف أو يعرف أنه ليس هو المبتلى بمفرده وإنما يشاركه الناس من ناحية أخرى يعلم أنه لا بد أنه ستصيبه المصائب لأنه لو نظر إلى كل من حوله سيرى أنه ما من أحد إلا وتصيبه مصيبة بشكل أو بآخر فقصصنا بعض القصص في الحلقة السابقة وكنا بدأنا في قصة أيوب عليه السلام وقلنا أنه لا بد لمن يتكلم في الصبر أن يذكر نبي الله أيوب عليه السلام لأن قصة أيوب عليه السلام هي قبة قصص قصص الصابرين خاصة أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه بالسناء على صبره إن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب وهذه ليست هينا ولا سهلة أن الله سبحانه وتعالى يسني عليه إن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب وقلنا في الحلقة السابقة قبل أن نبدأ في قصة أيوب عليه السلام أن القصة زيد فيها الكثير 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 وقلنا إن السبب في ذلك يرجع إلى الأغذ من الإسرائيليات والإسرائيليات معناها ما ورد في كتب أهل الكتاب لأن أيوب عليه السلام كما ذكرنا له سفر خاص به في العهد القديم يسمى بسفر أيوب وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام والحديث عن أهل الكتاب أمرنا ألا نصدق ولا نكذب كما ذكرنا من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره في الحلقة السابقة إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبون وبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك كما ذكرنا في الحلقة السابقة فإن الكثير مما ألصق بهذه القصة قصة أيوب عليه السلام ورد من الإسرائيليات هذا من ناحية من ناحية أخرى من القصاص قصاص هم جمع قاص وهم الذين يوعظون الناس بالقصص فهؤلاء كل همهم أن يجذب الناس إليهم أن يشد الناس إليهم لا يهم إن كان الحديث صحيحا أم ضعيفا إنما كل الغاية عند هؤلاء أن ينظر الناس إليهم أن يتعلقوا بما يقولون وقد حذر العلماء من أحاديث القصاص والوعاظ الذين لا ينظرون إلى سند الحديث وليس عندهم علم في هذه المسألة إلا كما قلت أن يقصوا على الناس من أجل أن يجذبوا الناس إليهم ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في قصص في أحاديث القصاص أورد فيها بعضا من هذه الأحاديث ولغيره رحم الله وعلماء المسلمين فتجد المبالغات في هذه القصص التي تأتي عن طريق الوعاظ والقصاص والذين يحكون في الموالد وفي القرى فعلى سبيل المثال إنه يذكر هم يقولون إنه حديث ليس بحديث يذكر أن هناك في هذا الحديث دعاء من دعا به فهي الحديث مجزوب وطويل هذا الحديث إنما أنا أريد أن أبين المبالغة التي يأتي بها هؤلاء القصاص فقالوا من دعا بهذا الدعاء مرة واحدة فإن الله سبحانه وتعالى يوكل به سبعين ألف ملك في السماء كل ملك له سبعون ألف رأس كل رأس فيها سبعون ألف وجه كل وجه فيه سبعون ألف لسان كل لسان يتكلم بسبعين ألف لغة كل كل هذا يستغفر للعبد الذي قال هذا الدعاء كلام يعني غريب لكن من الناس يعني من ينطل عليه هذا لأنه يحب بفطرة الناس أنهم يحبون الاستماع إلى القصص وإلى الحكايات نعم هذا في فطرة الناس لكن لابد أن نتأمل الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قص علينا أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص ليس بالتزيد ولا بالأكاذيب ولا بالتكلف الذي يأتي به هؤلاء القصاص وعندهم جرأة على الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أن أحد هؤلاء جلس في المسجد في بغداد يقص ما يقص ويبالغ فيما يبالغ ثم ينسب هذه المبالغات إلى الإمامين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يرحمهما الله سبحانه وتعالى ومن حظه أنه كان في المسجد أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين فتساءل فقال الإمام أحمد ليحيى هل حدسته بهذا قال لا فعلم أنه يجذب وما يعلمان أنه كذاب فبعد أن انتهى فأشار إليه يحيى ابن معين وكانت فيه جرأة فأشار إلي أن يأتي فظن أنه سيعطيه نوالا يعني يعطيه مالا لأنه أحسن في الوعظ وفي القصص ثم قال له هل سمعت هذا من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال نعم سمعت هذا من يحيى من أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين قال أنا يحيى وهذا أحمد ونحن لم نحدسك بهذا وأنت تجذب علينا يا هذا لا تحدس إذا أردت أن تقص فلا تحدس عننا مرة أخرى فقال له القص وبجرأة عجيبة قال لقد سمعت أن يحيى بن معين أحمق لقد سمعت أن يحيى أحمق لكن لم أكن أعلم أنه بهذه الحماقة إلا الآن فأنا قد حدست عن عشرات من المحدسين يسمون بيحيى بن معين وبأحمد بن حنبل فطرأ الجرأة العجيبة في القص والتزيد والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن نحن نحذر من هذا ما ورد في قصة أيوب عليه السلام زيد فيه الكثير الكثير ربما ما ورد من إسرائيليات فنحن لا نصدق ولا نكذب على الضوابط التي ذكرناها في الحلقة السابق لكن ما ورد من وعظ الوعاز وزيادات هؤلاء فهذا كذب صراح أيوب عليه السلام كما ورد في مسند أبي أعلى وأورده الشيخ الألباني يرحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أيوب عليه السلام لبس في البلاء سمان عشرة سنة وأنه رفضه الجميع كل من حوله رفضه رفضه الجميع إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان عليه ويروحان فقال أحدهما رفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يرحان عليه ويغدوان فقال أحدهما ذات يوم لصاحبه أتعلم أن نبي الله أيوب عليه السلام أزنب زنبا ما أزنبه أحد من العالمين قال وكيف ذاك قال ابتلاه الله كل هذا الزمان سمان عشرة سنة ولم يرحم فلما عاد إلى أيوب عليه السلام راح عليه فلم يصبر أحدهما فذكر لأيوب الحوار الذي دار بينهما فقال أيوب عليه السلام ما أدري ما تقولان غير أني كنت إذا والله يعلم كنت إذا مررت برجلين يتنازعان فيذكران الله سبحانه وتعالى فعندما أرجع إلى بيتي أكفر عنهما حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا بحق يكفر عن هذين الرجلين لا شك أن أحدهما كاذب وهذا يقسم بالله وهذا يقسم بالله فنبي الله أيوب عليه السلام يرجع إلى بيته فيكفر عن هذين الرجلين لأن حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا بحق زوجته تلك الصابرة المحتسبة زوجته كانت تذهب به لقضاء بعض قضاء حاجته تأخذ بيده ثم تتركه يقضي حاجته بعيدا عن أعين الناس وتنتظره في مكان قريب أيوب عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى بعد هذا الزمان الطويل الذي لم يدعو ربه سبحانه وتعالى حياء لأن الله تعالى من عليه بنعمه طوال عمره ثم ابتلى فاستحي أن يدعو الله سبحانه وتعالى لكن لما سمع هذا الكلام من صاحبيه فكأنه حزن لذلك أنه يذكر أنه أزنب زنبا ما أزنبه أحد من العالمين فدعا ربه سبحانه وتعالى وأيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فبمجرد أن دع الله سبحانه وتعالى وانظر إلى دعوته فإنه لم يدعو الله مباشرة بأن يرفع عنه الضر أو قال إنك قد أصبتني بضر إنما قال أيوب عليه السلام مسني الضر لم يقل مسستني بضر إنما مسني مسني كل هذه السنوات الطوال وتدعو عليك السلام بأن تقول مسني الضر فليتأمل أحدنا كيف حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى عندما نعتدي في الدعاء ونتجرأ على ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء هؤلاء الأنبياء الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصصهم من أجل أن نعتبر أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فنبي الله أيوب عليه السلام يقول ربي سبحانه وتعالى إني مسني الضر ولم يقل ارفع عني هذا الضر وإنما قال وأنت أرحم الراحمين فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى في الحال وعندما أراد أن ينسب الضر فإنما نسبه إلى الشيطان في الآيات الأخرى من سورة صاد واسكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الله سبحانه وتعالى استجاب لعبده ونبيه أيوب عليه السلام في الحال وفجر له عين ماء وأمره أن يضرب في هذا الماء برجله يغتسل ويشرب من هذا الماء فعاد كما كان بل أفضل مما كان بعد أن ابتلاه الله سبحانه وتعالى في صحته وفي ماله وفي أهله فعاد أفضل مما كان استبطأته زوجته تلك الصابرة المحتسبة فذهبت في الطريق ترى لماذا تأخر فوجدت رجلا يأتي في ذات الطريق فسألته قالت لم ترى هذا النبي المبتلى عليه الصلاة والسلام إنه والله أشبه بك قبل أن يبتلى ولم تعرف زوجه فقال لها أيوب عليه السلام إني أنا أيوب صلى الله عليه وسلم إني أنا أيوب ثم أرسل الله سبحانه وتعالى عليه أرسل سحابتين وكان له أندران الأندر هو مخزن الحبوب مخزن الحبوب له أندران أندر للقمح وأندر للشعير أي مخزن للقمح ومخزن للشعير فجاءت فجاءت السحابتين فجاء إحدهما أمطرت فوق مخزن القمح زهبا حتى فاض الزهب ملأ هذا المخزن الكبير وفاض الزهب والسحابة الأخرى جاءت على أندر مخزن الشعير فأمطرت عليه فضة حتى فاض أيضا هذا المخزن الأندر من من الفضة فالله سبحانه وتعالى رزقه وعوضه مالا خيرا مما كان له وأيضا وآتيناه أهله ومثلهم معهم فالله سبحانه وتعالى أعطاه زرية عوضت ما فقد من أبنائه ابن عباس رضي الله عنه وما يقول إن الله أحيى له أبنائه وآزى الله سبحانه وتعالى إذا أراد لشيئا يقول له كن فيكون لكن لا نعرف هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة في حد فالله سبحانه وتعالى رزقه بزرية وأكثر مما كانت ومثلهم معهم حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما أيوب عليه السلام يستحم أو يغتسل عريانا فوقع عليه جراد من زهب جراد من زهب جراد زهبي وقع عليه فأخذ يحسو فيه من سوبه فنادى الله سبحانه وتعالى عليه يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عن هذا يعني كأن في هذا إشارة إلى الزهب والفضة والله سبحانه وتعالى ملأ مخازنه بالزهب والفضة فقال أيوب عليه السلام نعم يا رب ألم أكن بلى يا رب ولكني لا أستغنى عن بركتك وهذا من أدب الأنبياء لما رأى أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليه جرادا زهبيا وهذا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى فلم يعرض عن هذا هذا منحة وعطية وصدقة من الله سبحانه وتعالى فمن أدبه أنه تقبل هذه المنحة وهذه العطية من أدب الأنبياء فأيوب إذن عليه السلام على قمة الصابرين صلى الله عليه وسلم مما جاء أيضا في هذا القصص الذي يسلي المبتلين ما أورده ابن الجوزي في عيون الحكايات عن الأصمعي يرحم الله ذلك العالم الشهيد فقال الأصمعي أنه كان يسير هو ورجل معه رفيق له في طريق فتاهة ضل في الصحراء تاهة فأخذ يب حسان حتى وجد خيمة على يمين الطريق فسلم فردت عليهم امرأة من داخل الخيمة في وسط الصحراء من داخل أي خيمة فقص عليها ما جرى لهما فردت عليهما وقالت ولوا وجوهكم حتى أقضي لكم حق الضيف وأعطت لهم بساطا يجلسون عليه أو مسحا يجلسون عليه بعيدا عن الخيمة قليلا ثم قالت انتظروا ابني حتى يعود حتى أضيفكم ثم دخلت إلى خيمتها وظلت ترفع ترفع الخيمة وتنظر وترفع وتنظر فانتظر مجيء ابنها الذي تأخر وهي بمفردها ليس لها إلا هذا الولد في هذه الصحراء ثم رفعت قرف الخيمة وقالت اللهم إني أسألك بركة القادم أما البعير فبعير ابني وأما الراكب عليه فليس بابني فراجأ الرجل فقال يا أم عقيل احتسبي عند الله عقيل قالت أما تبني قال نعم مات قالت وكيف مات قالت اجتمعت عليه النوق فألقته في بئر فمات فقالت للرجل الذي جاء يخبرها الخبر انزل حتى نضيف يعني هذين الضيفين ثم أعطته كبشا وأمرته أن يزبح وأن يجهز فزبحه وجهزه وهي دخلت إلى إلى خيمتها فأكلوا جميعا وأخذوا يتذاكرون فيما بينهم صبر هذه المرأة العجيب في الحقيق ابنها الوحيد في وسط الصحراء ومات بهذه الطريقة فهذا شيء يعني يفت القلب يحزن القلب ويدمي القلب فدخلت خيمتها وبعد أن أكلوا جميعا فإنها جاءت إليهم وتقورت شدة حزنها على ابنها وشدة مصابها ثم قالت هل مع أحد هل مع أحد منكم شيء من القرآن يصبرني به أو يعزيني به فقال الأصمعي أنا فقال تتلوه علي فقرع عليها قوله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فقالت المرأة آه الله إنها لا في كتاب الله هكذا يعني هي في كتاب الله هكذا ويبدو أن المرأة لم تكن تحفظ يعني هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى آه الله يعني تقسم عليه بالله أهي في كتاب الله هكذا فقال للأصمعي آه الله إنها لا في كتاب الله هكذا ثم ابتعدت عنهم وصفت قدميها وأخذت تصلي لله سبحانه وتعالى وبعد أن صلت وانتهت من صلاتها قالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إني أحتسب عندك ابن عقيلة ثم قالت تكرر هذا سلاس مرات ثم قالت اللهم إني فعلت ما أمرتني فأنجز لي ما وعدتني من البشارات التي في الآية قصة عجيبة لكن الأعجب منها ما سنسمعه الآن إن استطعنا أن يعني نتكلم فيه ونقصه في الوقت بإذن الله وهي قصة أبي قلابة الجرمي أبو قلابة هذا من سادات التابعين وكانت الميزة لابن عباس وحدث عن الكثير من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام والقصة أوردها ابن حبان بسنده في كتاب الصقاط عن الأوزاعي بالسند يعني متصل إلى الأوزاعي إلى حدث الأوزاعي عن عبد الله ابن محمد أن عبد الله ابن محمد حدث الأوزاعي إمام أهل الشام بهذه القصة العجيبة عن أبي قلابة أبو قلابة إرحمه الله أراد منه الحجاج أن يتولى القضاء ففر من الحجاج ولجأ إلى الشام فرارا من القضاء ثم لجأ بعد ذلك إلى العريش في مصر عندنا وسنرى لماذا لجأ إلى العريش لكنه فر من القضاء تقول أي فر من القضاء قضاء هذا من أعظم المناصب وهو منصب الأنبياء هو القضاء بين الناس بالعدل وبالعدل قامت السماوات والأرض فهو منصب خطير لكن لمن يستطيع أن يقوم به فنجد أن كثيرا من الفضلاء والعلماء الأجلاء فروا من القضاء حتى أزبوا وأوزوا من أجل أن يتولوا القضاء وما يعني وافقوا على أن يتولوا القضاء منهم صاحبنا الذي نروي قصته ومنهم الشهير في هذا أيضا الإمام أبي حنيفة يرحم الله صاحب مذب بن حنيفة المذب الكبير أيضا عندما أرادوا أن يولوا القضاء فأبى فحبس وكان يضرب بالصيات كل يوم من أجل أن يقبل منصب القضاء لكن أبا حنيفة تحمل السجن وتحمل الجلد بالصيات وما وافق على أن يتولى منصب القضاء ابن عمر رضي الله عنهما وهو من هو رضي الله عنه عن أبي عندما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يتولى ابن عمر منصب القضاء فإنه أبى أن يتولى منصب القضاء لماذا كان يخش هؤلاء السادة من منصب القضاء مع جلالة قبره ومع رفعة هذه المكانة لأنهم كانوا يعلمون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي حذر فيها من أن يتولى القضاء إلا من أخذه بحقه فمن ذلك مثلا حديث بريدة رضي الله عنه وهو عند الترمزي وأبي داود وغيرهما وابن ماجا في هذا الحديث يقول بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة القضاء القضاء سلاسة سنان في النار وواحد في الجنة إذن النسبة الغالبة أنه كما قال النبي عليه الصلاة السلام سنان في النار وواحد في الجنة قال أما الذي في الجنة فهو الرجل الذي يعرف الرجل الذي عرف الحق فقضي به عرف الحق فقضي به هذان شرطان عرف الحق فقضي به وأما الذي عرف الحق فجار في الحق فهو في النار عرف الحق حقق شرطا ولم يحقق الشرط الثاني وهو أنه لم يعدل فهو في النار ورجل قضى للناس على جه فهو في النار إذن القضات سلاسة كما سمعنا واحد في الجنة واسنان في النار وفي حديث أبي ريرا رضي الله عنه أيضا عند التنميزي وأبي داود وغيرهما يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من ولي القضاء فكأنما زبح بغير سكين شباء مواحد يزبح بغير سكين شدة الألم ومدى المعاناة التي يتعرض لها فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل لمن يتولى القضاء كأنه يزبح بغير سكين لذا يقول الفضيل ابن عياض يرحمه الله من تولى القضاء فليجعل له يوما للقضاء ويوما آخر للبكاء يجعل له يومين يوما يقضي بين الناس ويوما آخر للبكاء على ما قد يصدر منه وما أخطأ فيه رغم اكتهاده فلما سأل أبا قلابة لما فررت من القضاء لما لم تتولى القضاء فقال مثل العالم انظر العالم الذي يتولى القضاء كمثل رجل ألقي في بحر فما زال يسبح حتى أدركه الغرق هو عالم وعالم بالسبح لكن ألقي في البحر فهذا ما زال يسبح حتى يدركه الغرق فمن أجل هذا كان يفر الفضلاء والعلماء من تولي منصب القضاء بين الناس فأبو قلابة عبدالله بن محمد الذي يروي هذه القصة العجيبة يقول انه ذهب للرباط الرباط هو حراسة صغور المسلمين حراسة حدود المسلمين والرباط في سبيل الله حقيقة له فضل كبير وواسع جدا أذكر حديثا فقط لبيان فضل الرباط في سبيل الله حديثا واحدا حديث سلمان الفارسي يرحمه الله عن النبي وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام شباء ليلة وحدة أن ترابط على الحدود تحرص حدود المسلمين وصغور المسلمين فهذا أفضل من أن تصوم شهرا كاملا وأن تقيم شهرا كاملا وإذا مات أي مات في رباطه جرى عليه عمله الذي كان يعمله فيشوف عمله الذي كان يعمله في الدنيا من أعمال الصالحات وكذا تجري عليه لذا ذكر العماء أن هذا الرباط في سبيل الله من الأقسام التي تضاف إلى الأقسام التي ذكرت وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام التي يجري يمتد عملها بعد وفاة صاحبه يجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وأجري عليه رزقه وأمن الفتان فكان هؤلاء إن لم يخرجوا للجهاد في سبيل الله فكان يخرجون كانوا يخرجوا للرباط على صغور المسلمين فعبد الله بن محمد راوي هذه القصة كان من الذين ذهبوا للرباط وكان الرباط وقتها يوم إذن في العريش في مصر قال فبينما أنا في طريقي إذ وجدت ببطيحة بطيحة هي الأرض التي نزل عليها السير ثم جفت فصارت ناعمة ومنبسطة خيمة ثم وجدت رجلا سمعت صوتا في هذه الخيمة وجدت رجلا يعني فقد زراعا فقد زراعا ورجلا فقد زراعي ورجلا وأصيب في سمعه وفي بصري يعني يسمع ويرى لكن بالكاد وسمعته وهو يدعو ربه سبحان وتعالى فيقول اللهم لم يبق له إلا اللسان اللسان فقط هو الذي يتكلم به اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا يكافئ شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وأنك فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيل فتعجب عبد الله بن محمد صاحب القصة فجاء وقال فالأنظر هل هذا الرجل يقول هذا الكلام عن علم أم فهم أم فضل تفضل الله به عليك حتى تشكره علي فقال يا عبد الله والله لو أرسل الله علي نارا من السماء فأحرقتني وأمر الجبال فدمرتني وأمر الأرض فبلعتني وأمر البحار فأغرقتني فكل هذا لا يوفي شكر الله أن أنعم علي بهذا اللسان اللسان الشاكر سبحان الله هو يرى نعمة الله علي لأنه ترك له لسانه ليذكر به ربه سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ثم قال له أي هذا يعني يكلمه أما وقد جئت إلي فإنه كان لي بني غلام صغير كان أنت ترى أني لأنفع نفسي بشيء لا بنفع ولا بضر فإنه كان إذا حان وقت الصلاة يوضيني وإذا جعت يطعمني وإذا عطشت يسقيني ثم إني فقدته منذ سلاسة أيام ابحث لي عنه بالله عليك أن تبحث عنه فقال عبد الله بن محمد وأي خير أفضل من أن أمشي في حاجة هذا الرجل فخرج يبحث عن هذا الغلام الصغير لماذا كان أنا قلت أنه لماذا ذهب بعد فراره من القضاء إلى عريش مص من أجل أن يرابط في سبيل الله لعلمه بفضل الرضا في سبيل الله وهو على هذه الحالة التي هو عليها هو وابنه قال فخرجت فمشيت فوجدت ابنه بين كسبان الرمل وقد افترسه سبع أسد فأكل لحمه وتركه فاسترجعت وقلت بأي وجه أعود إلى إلى هذا الرجل ثم قال فالأذهب إليه قال فحدستني نفسي وأنا في طريقي إليه بنبي الله أيوب عليه السلام أنا كما ذكرته هو قمة قصص الصابري بنبي الله أيوب عليه السلام فدخلت عليه فسلمت فقال ألست بصاحبي قلت بلى فقال أأنت خير أم نبي الله أيوب قال نبي الله أيوب قال أعلمت أن الله ابتلاه في أهلي وفي مالي قال علمت قال كيف وجده ربه قال وجده شاكرا حامدا وجده شاكرا حامدا قال أعلمت أنه ابتلاه في بدنه قال علمت قال كيف وجده ربه قال وجده شاكرا حامدا قال أعلمت أنه ابتلي حتى صار عرضا من أعراض الطريق كيف كيف وجده ربه قال وجده صابرا حامدا قال هذا أوجز اختصر فقال احتسب عند الله ابنك أو بنيك فقال الحمد لله الذي لم يجعل من أبنائي أو من زريتي أحدا يعصي فيدخل فيدخل النار لأنه كان غلاما صغيرا لم يبلغ بعد يعني لم يجري عليه قلم التكليف فحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل الله سبحانه وتعالى من زريته أحدا يعصي الله سبحانه وتعالى فيدخل أحد من زريته النار ثم شهق شهقة فمات ثم شهق شهقة فمات فالرجل قال عظمة مصيبتي عبدالله ابن محمد فماذا أفعل لا أستطيع أن أنفعه بشيء ولا أضره بشيء قال فوضعت شملة كانت علي وغطيته بها وأخذت أبكي عند رأسي لا يعلم ماذا يفعل قال فهجم علي أربعة رجال لا يعرفهم فقال ما قصتك ما حكايتك فقصصت عليهم القصة فقال اكشف لنا عن وجل علنا نعرف فلما كشفت عن وجه أكب عليه الأربعة يبكون عليه بأبي يقولون بأبي يعني في ذاك أبي بأبي عين غضت عن محارم الله بأبي جسد بات يصلي لله والناس نيام أخذ يبكون عليه فقال من هذا قال هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس رضي الله عنهما قال فغسلنا وكفنا وصلينا عليه ثم ذهبت إلى رباط في مكان الرباط الذي يرابط فيه فنمت فرأيته جاءني في المنام وهو في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة ف وهو يتلو قول الله سبحانه وتعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فقلت ألست بصاحبي قال بلى قلت وكيف بلغت هذا قال إن لله سبحانه وتعالى درجات لا تنال إلا بالصبر عند الضر وبالشكر عند الصر وبمخافة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن إن لله سبحانه وتعالى درجات لا تنال إلا بالصبر على الضراء وبالشكر عند الصراء وبخوف الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن قصة عجيبة لأبي قلابة يرحمه الله ذلك السيد النبيل من أجلاء التابعين يرحم الله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويرحم الله التابعين جميعا هذه بعض القصص جانبا من القصص التي أردت أن أوردها من أجل أن يتسل الناس عندما يرون مصائب الناس كما يقال في المثل اللي يشوف بلاو الناس تهون عليه بلويته يشوف مصائب الناس تهون عليه مصبته فذكر القصص ليس من أجل التسلية إنما من أجل الاعتبار من أجل أن نتأمل من أجل أن نتدبر أنه ما من أحد إلا وهو مبتلى في هذه الدنيا بشكل أو بآخر بقيت لنا رؤوس مواضيع بإذن الله رب العالمين من هذه الرؤوس التي سنتكلم عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله ربنا وقدر أنه هل معنى الصبر على الابتلاء بالمصائب أننا لا نأخذ بالأسباب سنرى إجابة ذلك بإذن الله رب العالمين وسنرى أيضا أنه العبد يدعو ربه سبحانه وتعالى من أجل أن يبتلي حتى يثبت العبد لنفس أن الله يحبه لأن الله إذا أحب عبدا ابتلى سنرى تفصيل ذلك في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين وسنرى مراتب الناس في حال وقوع المصائب ما بين متصخط وبين صابر وما بين راد وما بين شاكر لله سبحانه وتعالى إن قدر لنا بإذن الله في أن نلتقي في الإسبوع القادم بإذن الله رب العالمين اكتفي على هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم من شكراً للميزة اشتركوا في القناة